من كم يوم أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية الملكية الفكرية وده تحت رعاية سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي واللي هتكون الخطوة الأولى من نوعها في مجال الملكية الفكرية ده هيخلينا نناقش النهاردة هذه الاستراتيجية الجديدة ونسأل إيه هي أصلا الملكية الفكرية وهل الملكية الفكرية مرتبطة فقط بالحقوق الأدبية ولو أنا مستثمر إزاي قدر أن أستفيد من هذه الاستراتيجية سألة كثيرة في الحقيقة عايزين نجاوب عليها النهاردة ومنورانا في الستوديو دفتنا الدكتورة نورهان موسى الباحث في الملكية الفكرية بالمعهد القامل للملكية الفكرية والباحث في الأمن السبراني بالجامعة البريطانية ومركز دعم واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء هتجاوبين على الأسئلة كثيرة قوي دي يا دكتور زي حضرتك تمام صباح الخير منورانا قبل أي حاجة خالص خلينا نبتدي من البداية إيه هي الملكية الفكرية طيب هي الملكية الفكرية مش عايزين ناخدها بالشكل الصعب يعني لكن هي فئة من فئة الممتلكات يعني إحنا بنمتلك عربيات بنمتلك عقارات بنمتلك أشياء مادية ملموسة كتير فإحنا نقدر نقول إن الملكية الفكرية هو امتلاك مجموعة من الأفكار أو بطريقة تانية هو النتاج العقلي سواء في شكل منتج أو خدمة فبالتالي إحنا بنفكر فبالتالي بتتولد كل يوم أفكار جديدة ممكن تتحول إلى شيء ماد ملموس سواء كانت منتجات أو خدمات طيب دكتور نورهان عاوز أسأل حضرتك سؤال ويحكي يعني إنجاز لي التعبير أقدر أقول إن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية استراتيجية الملكية الفكرية اللي تم إطلاقها دي متعد حجر الزاوية أو حجر الأساس لجذب مزيد من الاستثمارات داخل مصر أقدر أربطها بالاقتصاد؟ هي فرشور مربوطة بالاقتصاد ما فيش كلام لأن إحنا زي ما كنا بنقول إحنا لما بيكون عندنا مجموعة من الممتلكات فديه فلوس إنما لما أنا بيجي تكلم عن الملكية الفكرية فأنا بتكلم عن الاقتصاد الإبداعي أو الاقتصاد المعرفي اللي هو برضو بيدر أموال واستثبارات إنما خليني أرجع للنقطة لحضرتك أشرت إليها وهي إطلاق الاستراتيجية هي إطار الاستراتيجية هو الإطار العام ومجموعة السياسات وفكرة إن أنا أتبنى أو إن الدولة المصرية النهاردة تتبنى برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجود استراتيجية بهذا الشكل وفيها مؤشرات محددة ده شيء نقدر نقول عليه جديد على مصر وفي نفس الوقت مش جديد بمعنى إيه إن مصر كانت من الدول الرائدة في مجال الملكية الفكرية عندنا قوانين من التلاتينات قعدت طبعا عندنا مجموعة من التعديلات لغاية قانون 82 لسنة 2002 إنما أنا هنا نوحدت الجهود أنا كان عندي تسع وزارات بتتحدث باسم الملكية الفكرية نهاردة نوحدت الجهود دي في كيان واحد بزبط هو ده نقطة من النقط اللي أيم عليها الاستراتيجية هو إن أنا أبعد عن التشتيت المجهود والتشتيت المؤسسي فبالتالي واحدة من النقاط المهمة جدا في الاستراتيجية إن أنا يكون عندي كيان موحد ده في نفس الوقت بيساعد وبيسهل على المستثمرين أو المستثمر في المجال إن أنا أقدر أعرف كل الأطر إيه فأنا بالتالي ما عنديش بس قوانين بتحمي الملكية الفكرية إنما عندي استراتيجية متبنياها الدولة وده ندل على شيء دل على إن الدولة المصرية عندها حالة الوعي بشكل إنه إنها شيء مهم للاقتصاد إحنا النهاردة بنكلم عن التحديات في الاقتصاد على المستوى العالمي فبالتالي نقدر نقول إن الملكية الفكرية بتؤثر على الاقتصاد وإحنا مش هنقدر نتعامل مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بنفس الطرق من عشر سنين وعشرين سنين فدايما فيه فكر مختلف ومتغير فطبعا دي كانت خطوة مهمة جدا مش بس للدولة المصرية وإنما أيضا لفكرة الاستثمار ودعم الشركات النشئة طب ليه إحنا كان عندنا دايما التفكير أو الفكرة إنه دي الحقوق الملكية الفكرية مرتبطة بالحقوق الأدبية يعني حتى بالإنجلش اسمها World International Intellectual Property Organization يعني intellectual property بالنسبة لنا حتى ارتبطت بالفكر الأدبي ليه عندنا المفهوم الغلط ده؟ خليني يقول لحضرتك هي كلمة intellectual which is coming من المخ أو كده فبالتالي أنا حتى الفكر الإبداعي في المجال الصناعي بيجي من هنا لكن أنا مع حضرتك جدا دايما لما بنقول الملكية الفكرية دماغنا بتروح للcopyrights أو حقوق المؤلف والحقوق المجورة فنان تشكيلي بالضبط لحن مزيكة وهكذا فده يخليني أؤكد على فكرة مهمة جدا أن الملكية الفكرية يعني نقطتين مهمين الملكية الفنية والملكية الصناعية ففكرة الإنتاج العقلي أو البشري بيكون موجود في ده وموجود في ده إنما إحنا يعني يمكن نكون صورة الملكية الفكرية في المجال الأدبي هي الأكثر شهرة أو الأقرب إلى المجال هي الدرجة أكثر بزبط لكن الملكية الصناعية النهاردة مهمة جدا فبالتالي أنا النهاردة عشان أطلع لحضرتك منتج أو أطلع خدمة المي فأنا محتاج أن أنا يكون عندي تنمية وفكر مختلف وده اللي بيضيف الميزة التنفسية بين المنتجات والخدمات وده اللي إحنا نقدر نشوفه النهاردة في الشركات النشئة وبالذات الستريتابس والصغيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة هتلاقي النهاردة إن ممكن نلاقي مجموعة من الشركات بتشتغل على أبليكيشن معين صحيح طيب ده حيفرق ده من ده زي فين الميزة التنفسية هي فكرة دايما الإبداع أو الفكرة الخلاقة في مجال الصنوعة فكرة الديزاينز اللي إحنا بنشوفه في العلامات التجارية أو العلامات الخدمية ما هو ما عملوش لنفسه وده أهم حاجة يعني مجموعة دي ما يروح شهود مجموعة سنين بعض أشتغل عليه ما يروح شهود هذه بقى نقطة تانية اللي بتخلي فيه وجود أطر تشريعية وقانونية لازم يكون فيها نقدر نقول عقوبات راضعة فيما يتعلق بيه خرق أو انتهاك ملكية الفكرية عشان اللي حضرتك بتقوليه عشان يزيد منها الإبتكار والإبداع فبالتالي يكون عندنا ميزات تنفسية سواء بين الشركات إذا كانت صغيرة أو متوسطة أو حتى الشركات الجوينز أو الكبيرة أو حتى بين الحكومات بعضها وبعض طيب هنا حضرتك كلمتي على الجزء الخاص بالستارتاب وكلمتي على تكنولوجيا أكتر وزي الملكية الفكرية أو الاستراتيجية اللي أطلقتها مصر منذ يومين تحديدا بتحمي هذه الفئة ممكن نقول اللي هي لسه بتبتدي أنها تشتغل لكن عاوز أعرف على جانب آخر إزاي بتقدر برضو الملكية الفكرية تحمي أصحاب العلامات التجارية الكبيرة اللي بتيجي تستثمر في مصر مزبوط يعني كيف تحمي الملكية الفكرية المستثمرين وتجذي برؤوس أموال مزبوط هي الفكرة كلها أنه في فكرة الجذب نفسه أقدر أقول أنه طول ما الدولة اللي أنا هروح أستثمر فيها أو هكون بعمل فيها إكسبانشن أو بوسع فيها لازم يكون فيها نوع من الأطر القانونية اللي تقدر تحميني وده لو أخدناها على صعيد تاني في الاستثمار بشكل عام هتلاقي أن حضرتك علشان تقدر تقول أنا كمستثمر في أي مجال من المجالات إذا كانت صحة تعليم سياحة أيا كان المجال بتبقى حضرتك محتاج أنك تروح في دولة فيها أطر تشريعية واضحة وصريحة لحميتك علشان أقدر أدوك مبالغ ورؤوس أموال نفس الفكرة بالنسبة ليه قوانين الملكية الفكرية لازم يكون تكون الدول عندها نقطتين النقطة الأولانية أن يكون فيه قوانين وطنية بتحمي الملكية الفكرية بشكل واضح ودايما متجددة نظرا للتطور في التكنولوجيا طبعا تاني حاجة لازم تكون الدول دي على قدر من التعاون الدولي فعلى المستوى الدولي بنلاقي الدول بتدخل في اتفاقيات دولية لأن احنا النهاردة عندنا أفضل هل نكلم على الانضمام للمنظمة الدولية للحقوق الملكية الفكرية احنا عندنا طبعا المنظمة العالمية للحقوق الملكية الفكرية اللي هي الوايبو ده طبعا مصر منضمة من أوائل الدول اللي انضمت ليها وإنما في المقابل برضو بتتولت كل يوم مجموعة من الاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية فهنلاقي مصر انضمت إ Taliban عديد من الاتفاقيات. ونأمل في المزيد منها. ولازم ده يكون متماشي مع القوانين الوطنية. أنا عندي النهاردة قانون صريح وواضح. هو قانون 82 سنة 2002 الخاص بالملكية الفكرية. إنما عندي بعض القوانين متعلقة بشكل غير مباشر بالملكية الفكرية. زي مثلا القوانين متعلقة به أو القانون المتعلق به الأمن السيبراني. عندنا القوانين الخاصة بالإعلام والمجلس الأعلى للإعلام. كل هذه الأشياء أو القوانين. لازم تكون فيها نوع من التكامل وتكون واضحة جدا للمستثمرين. ما هو الوضوح ده دكتور اللي خلت الوزير عمر مرواني. كان بكلام أثناء كلاماً افتتاحية. إنه هو فيه اتفاقية لسه مبرمى منذ أيام. علشان تحط القوانين دي على المنصات الدولية. ويبقى معروف الأطر يبتحكم من الملكية الفكرية في مصر. مزبوط. طيب. دكتور. إحنا عايزين نتكلم عن أهداف. يعني المنتجية الوطنية للملكية الفكرية. إيه هي الأهداف دي؟ عايزين نفاهم المشاهدين. هي طبعاً فيه ركائز مهمة جداً. أولها فكرة التشتت المؤسسي اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية. فإحنا قلنا إنه إحنا النهاردة بنتكلم إنه فيه مجموعة من الوزارات متعلقة بشكل مباشر. وغير مباشر بالملكية الفكرية. وعندي 11 مكتب النهاردة يعني ليهم تواصل مباشر مع الملكية الفكرية في فكرة الحماية والتوثيق والتسجيل. فبالتالي هذه الفكرة ممكن يكون أنا عندي فكرة تحولت إلى منتج أو خدمة محتاجة أنها تتسجل في أكتر مكان. فده تشتت مؤسسي وبديها فيه مجهودات كتير. فأول حاجة أنه يكون فيه كيان موحد. عندي الدستور عمل استحقاق يعني أنا عندي استحقاق دستوري. بيقول أنه يكون عندي كيان موحد للملكية الفكرية. فبالتالي تمشت الاستراتيجية الوطنية اللي الدولة المصرية تبنتها مع هذا الاستحقاق الدستوري. عندي النقطة الثانية هي مهمة جدا جدا جدا. هي رفع الوعي. زي ما حضرتك تتكلمي تقولي إحنا ليه ارتبطت فكرة الملكية الفكرية بحقوق المؤلف أو الكابيويتس. فبالتالي لأ ده أنا عندي الملكية الفنية والملكية الصناعية زي ما كنا منتكلم. فبالتالي رفع الوعي. لأن أنا ممكن مش بس كمستثمر. أنا ممكن أكون أنا صاحب الفكرة وصاحب المنتج أو صاحب الخدمة. أنا اللي ممكن أفسد فكرة الحماية. يعني أنا ممكن في بعض الممارسات تكون خاطئة. فبالتالي أنا محتاج أرفع الوعي. سواء بالنسبة للمبتكرين أو أصحاب الأفكار المتميزة. في أن هم يقدروا يدخلوا السوق. هذه حضرتك برضو مثال مهم جدا. هنلاقي أنه يوم 26 إبريل على سبيل المثال هو اليوم العالمي للملكية الفكرية. هنلاقي أنه العالم كله بيحتفل بيه. السنة اللي فاتت اللي هي 2021. الثيم أو التور العام بتاع اليوم ده كان بيتكلم عن الشركات النشئة. نقل الفكرة إلى السوق. نقل الأفكار إلى السوق. وده كان توجه مهم جدا من الوايبو. لأننا النهاردة ممكن يكون إحنا عندنا أفكار بنقعد نتكلم فيها. الوايبو اللي هي المناصمة التولية للملكية الفكرية. ما عنديش القدرة على إن أنا أنقلها في السوق. وبالتالي تصبح منتج أو خدمة. فبالتالي تيبقى فيها التنفسية والدر ليه فلوس. في بعض الممارسات مهمة جدا أهمها أنه الشركات النشئة أو بالذات الصغيرة بتقوم بتبقى قايمة أصلا على فكرة. فكرة الممارسات الخطوة إن أنا أطلع في الميديا وأشهر هذا الفكر من غير ما أكون اتخصت الإجراءات القانونية الصحيحة. ممكن تخلي الفكرة أصبحت عامة. وبالتالي بتمنع الحلال. ناس كتيرة جدا بيبتدوا أنهم مجرد ما بيجي لهم فكرة معينة وعايزين ينفذوها من قبل ما يبتدوا فيها خطوات بيروح يسجلوا على طول الفكرة دي عشان محدش فعلا يبتدي يتكلم فيها كتير. ففكرة تبقى عامة. وعندنا الشركات الكبيرة دايما بيبقى فيها أقسام متعلقة بالبحث والتنمية اللي هو الـ فبالتالي الأفكار دي كلها النهاردة إحنا بنتكلم عن دولة زي الدولة المصرية رأي ده في ذلك قد نكون تأخرنا في بعض الأوقات إنما النهاردة فكرة أن السيد الرئيس يعني يتبنى هذه الفكرة ويوجه الوزرات المعنية بهذا الأمر ده معناه أن فيه حالة وعي وحنلاقي تاني يوم السيد الرئيس التقى بي المدير العام للمنظمة دارين تانج يعني أن احنا بنوضح كمان التوجه بتاع الدولة المصرية وبرضو دور المنظمة الدولية أو المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأم المدحدة اللي هي الوايبو دورها أن هي تساعد الدول في وضع الأطر والاستراتيجيات والسياسات العامة فدي النقطة التانية اللي حضرتك كنت بتسألي عليها من الركائز النقطة التالتة وهي أننا زي ما كنت بقول لحضرتك احنا عندنا قوانين نما القانون الأخير اللي هو في 2002 حصل عليه بعض التعديلات الطفيفة أنا النهاردة بتكلم في 2022 عندي تقدم تكنولوجي هائل جدا في هذا المجال خاصة أننا نستخدم منصات التواصل الاجتماعي اللي بيتم فيها العديد من المنشورات سواء للحقوق الفنية أو الحقوق الصناعية فبالتالي أنا محتاج أننا يكون عندي قوانين متجددة دايما موجبة لهذا الأمر من ناحية أخرى أن تكون في عقوبات راضعة لأن أصبح النهاردة إنعكاس الملكية الفكرية بيؤثر على أقصادات الدول على سبيل المثال لو هناخد مصر كمثال هنلاقي أنه أن الناتج القومي أو الناتج الفكرية بتساهم فيه الناتج القومي بحوالي 5% هل ده كافي النهاردة؟ لا مش كافي هو ممكن يبقى فيه أكتر من كده وده لأن مصر دايما إحنا عندنا أفكار كتير جدا وبالتالي كمان الجيل الجديد يقدر أنه هو عن طريق الأفكار دي يتحول من مجرد فكرة إلى أعمال حقيقية في السوق فبالتالي أقدر أحميها فذي من النقاط المهمة جدا اللي اعتمدت عليها الأستراتيجية باقينا نشوف بصراحة شباب كتير قوي دلوقتي بقوا بيبتدوا أبليكيشنز بيبتدوا حتى في الأي آي حاجات كتير قوي باقينا نشوف شباب كتير المندمجين فيها بشكل كبير صحيح يعني الارتوفيشال انتليجنس الأي آي النهاردة بيلعب دور مهم يعني أنا لو حضرتك نشوف فكرة التكنولوجيا مع فكرة الملكية الفكرية لا النهاردة أصبحت الأمور أكثر تداخلا فبالتالي أنا مصر فيها قوانين طبعا متعلقة بهذا الأمر إنما أنا برضو محتاج دايما يكون فيه نوع من التكامل في هذا الأمر من ناحية من ناحية تانية تكون القوانين فيها نوع من الوضوح فبالتالي طبعا على السلطة التشريعية دايما إن هي تنظر إلى هذه المواد بشكل يكون أكثر فعالية تساعد السلطة التنفيذية في أن هي تاخد خطوات في التنمية وده اللي الدولة المصرية بتهم بيه النهاردة دكتور نورهان يمكن كان أول تطبيق حقيقي يمكن من التلاتينات كانت مجرد قوانين وتحرك منفرد للدول المتقدمة تحديدا في بحاولة منها اللي هي تحمي حقوق الملكية الفكرية لشركتها تحديدا صحيح وفي 95 شفنا يعني أول ظهور عملي على الأرض للملكية الفكرية كان من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر كانت بتكتهد أنها يكون عندها ده زم حيك قلت من التسعينات من انضمامنا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وأيضا في 2001 كان في محاولات لإطلاق هذه الاستراتيجية لكنها يعني فشلت وفي عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان فيه إرادة حقيقية إرادة سياسية تؤمن بالملكية الفكرية وضرورة حماية الملكية الفكرية وتم إنشاء الملكية الفكرية أو إطلاق الملكية الفكرية إيه اللي احنا افتقبناه أو إيه الأثار اللي احنا ما نعكستش علينا خلال الفترة دي من خسائر اقتصادية يعني هاخد ده بمثال من زي ما حضرتك أشارة الولايات المتحدة علي الولايات المتحدة الأمريكية كانت فعلا رائدة وبتجري وبتتصارع في أن هي تحمي شركتها ليه علشان يكون لها هي الحق لأن الفكرة كلها أن ما يكون عندي فكرة تتحول إلى منتج فأنا بقيت أنا صاحب الشيء بمعنى إحنا كنا نتكلم إنه الملكية الفكرية عبارة عن فئة من الممتلكات فالنهارده البادل مع حضرتك حضرتك المسؤول عنه وبالتالي هو ملكك ولا يجوز لأحد استخدامه إلا عن طريق تصريح من حضرتك أو الموافقة هي نفس الفكرة أنا ما يكون عندي فكرة أخذنا بقى كل الإجراءات وسجلنيها وبالتالي أصبح شيء ممكن ينتج أنا اللي أدي الحق لحضرتك إبقى أنا عندي حق استئثاري وحق إن أنا أدي حضرتك ترخيص أو موافقة على ده فبالتالي هذه الشركات هي أصحاب الفكر وبالتالي أنا أدي من أريد واللي أنا شايفه إنه هو ممكن أديله حق الترخيص أو المزاولة أو إنه هو أديله موافقة على إنه هو ممكن يعمل وده يبقى الأمليكيشن موبايل برضو؟ كل ده يعني أنا صاحب أمليكيشن موبايل وحد عاوز يعمل حاجة شبيهة هيروح لصاحب الفكرة الأساسية ياخد منه ترخيص؟ لأ دي نقطة مختلفة بمعنى إيه؟ أنا ممكن يكون عندي أمليكيشن بفكر معين تمام؟ وحضرتك عندك أمليكيشن بفكر معين لازم يكون فيه نوع من الاختلاف والاختلاف ده يكون فيه جدية وبالتالي أنا أقدر أقول لكن لو حيخد ده على سبيل المثال على الدواء أو على منتج عشان يبقى أسهل حاليا إن أنا لو أخدت نفس الانجريدينز أو كل المواد الفعالة أو المواد المستخدمة أو شكل المنتج بالزبط أنا هنا عملت خرق للملكية الفكرية أنا أخدت فكرتك وأخدت المنتج وروحت عملته زي ما بنقول عليه copy paste أو زي ما أنا كده إيه حضرتك أخدتي صورة بالكاميرا بتاعتك وحضرتك مصير فأنا أخدتها عملت لها شير أو ابتديت أستخدمها على cover لألبم معين أو على كتاب معين هنا أنا عملت خرق للملكية الفكرية في أن أنا استخدمت الشيء اللي هو مش ملكي زي بالزبط أن أخد أكثر عربية لحضرتك واخدها هو مش هي نفس الفكر فخليني أرجع أقول لحضرتك أن الولايات المتحدة قامت بدأ من هذا المنطلق وكل ما كانت زي كنت أقول لحضرتك الميزة التنافسية كل ما كان أنا النهاردة بشتغل على فكرة البحث والتطوير والابتكار كل ما أنا هيكون عندي ميزة تنافسية في المنتج أو الخدمة فبالتالي أنا اللي أكون سباء أو أسرع الولايات المتحدة على سبيل المثال في تقرير لها في 2019 هنلاقي أن هي وصلت من الدعم للملكية الفكرية أن هي حققت حوالي 41% من النتج القومي بتاعها معتمد على مسامة الملكية الفكرية ده جاي منين؟ جاي من الدعم سواء الدعم الدولة أو الأطر القانونية أو زي ما كنا بنقول المستثمرين في هذا الأمر وإحنا النهاردة شايفين الدولة المصرية بتتخذ إجراءات أو خطوات حقيقية وصارمة جدية جدا أنها تحمي طبعا المستثمرين الأجانب أكيد وأكيد كمان المصريين وأفكارهم وإبداعاتهم أكيد سواء الصناعية أو الكابي الفنية والأدبية كل شكر لكي الدكتورة نورهان موسى الباحث في الملكية الفكرية بالمعهد القومي للملكية الفكرية والباحث في الأمن السبراني في الجامعة البريطانية ومركز دعم واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء كل شكر لكي نورتينا دكتور نورهان شكرا لكي شكرا لكي